السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في السنة الأولى متوسط ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ عسمين ويلا أبنائي وبناتي نحلوا إن شاء الله اليوم سلسلة التمارين إن شاء الله عندي لكم تلتمارين في الفيزيك اللي نحتاجها الوحدة اللولة اللي هي ظواهر الكهربائية يلا أبنائي درنا الملخص ولقرينا الدروس اللولة ملخصة تحت كل الظواهر الكهربائية يلا نشوف كيفاش يقدروا يطيحوا لي في الفرد إذا طلحتوا باللي هات السلسلة جبتها لكم من الفرد يلا يعني الأشهر 80 أشهر اللي يطيحوا لي في هات السلسلة يلا نبدأ بالتمارين اللول اللي يقول لي املأ الجدول التالي بما يناسب يلا أعطاني العنص الكهربائي عمزه النظامي ووظيفته في الدار الكهربائية العنصر مش قلنا العنص الكهربائية مثلا عامود مصباح بطارية أسلك توصيل مولد إلى غريض هذا هو إذن نكتب بالأسم باللغة العربية الرمزه النظامي واش قلت لكم رمزه النظامي ما عنتا فيزيائيا كيفاش نرسموه مفهوم وظيفته في الدارة ما عنتاوش يدير في الدارة مفهوم إذن يلا العنصر اللول عندي العمود الكهربائي كيف هو رمزه النظامي كيفاش يترسم وشنه هو الوظيفة العمود يلا هذا الرمز تعشكون وما هي وظيفته والأخير عندي التحكم في مروض تيار وشنه هو رمز تعو وشنه هو يلا اللي بعده أكمل الفراغ الدارة هي مجموعة من الكهربائية مع البعض بحيث تشكل فراغ ما مفتوحة أو فراغ سهلة جدا مرة تعلينا في الدرس السؤال اللي بعده سمي العناصر المرقمة هذا دوما 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 نتح لكم هذا السؤال واحد ماذا تنين ماذا ثلاثة مدار ماذا يحدث للدارة عند مرور تيار إذن هاد الدارة وش يصير فيها كي يمر تيار نستبدل العنصر ربعة بقطعة خشبية هاليا مر تيار وعليل إذن نحي هذي ونحط في بلاستها خشبا ماذا يحدث هاليا مر تيار إذا قلت ايه نقول علش إذا قلت لا نقول علش خامسا أرسم الدارة باستعمال رموز النظامية إذن هذي دارة بالعناصر الكهربائية وش نشوف بعيني بالرموز النظامية معتها كيفاش نرسموه فيزيائيا إذن نرسموها مع بعض ودوم عليها نقاط كثيرة تنين أبنائي فما أكثر الثاني اللي بعده والأخير يقول لي إملأ الجدول التالي إذن نتلاحظوا عندي الدارة التاعية هذا المولد التاعي وعندي المصباح تاعي عندي السلك بي والسلك آ قال لي في كل مرحلة قل لي إذا يشعل المصباح أو لا يشتغل يتوهج ولا لا يتوهج مثلا آدرت نحاس والبين نحاس يعني هذا نحاس هذا نحاس نقول يضيء لا يضيء نحاس خشب يعني أنت وحد نحاس وحد خشب وهكذا حتى نكمل كامل الاحتمالات التوعي إذن يلا أبنائي أنتو ما حاولوا توقفوا طبعا الفيديو على الأقل معنا شي دا ما حبيتوش تسيروا ورقة على الأقل شفهي نشوفوا وينكم لحقين ويلا نبدأوا الحل مع بعض نبدأ بالتمنين الأول اللي يقول لي العمود الكهربائي الرمز تاعه هكذا إذن يلا هادي كيت كون طويلان دي لها زائد لقصيرة ناقص ما فهم زيش نزع نغلطو إذن الوظيفة تاع العمود الكهربائي البيلة البيلة وشنوية الوظيفة تحت تغذية العماصر الكهربائية بالطاقة وفهم إذن وشنوية الطاقة إذا ما حبيتوش تكتبو الطاقة نكتب بالدقائق المجهرية إذن قرينا باللي العمود يضخ دقائق مجهرية تمر عبر الأسلاك لتصل إلى باقي العماصر وفهم مثلا مصباح مولد إلى غير ذلك يلا هادي بالنسبة للولا التانية هذا وشنو؟ مصباح التوهج ولم نقول مصباح كذلك وش يدير التوهج والإضاءة خدمته مصباح وش يدير اللي يضوي لي الغرفة اللي بعده شنو هو اللي يتحكم في مرور الطيار إذن أبنائي عندي احتمالين إذا مثلا كنت قريته الصمام ندير صمام إذا ما عندي الصمام ندير القاطعة إذن القاطعة عندها احتمال كبير أكثر من الصمام لأنه لماذا تحكم في مرور الطيار ما عندها القاطعة إذا فتحناها كما لابخيز إذا فتحناها إذن فلا يمر طيار إذا غلقناها يمر طيار الصمام أبنائي الصمام الضوئي نقريه لكم يعني نعطيكم فقط ملاحظة ولو وشنو هو الصمام الضوئي الصمام الضوئي يشوف لي الجهة الطيار مع أنتا إذا شوفوا الصمام الضوئي قلنا على شكل مثلث إذا جاء من هذه الجهة يمر طيار إذا جاء من الجهة المخالفة لا يمر طيار وطبعا حسب البطارية تاعي وراء زائد وراء ناقص فهم طبعا نديروا عليه درس يعني وحده لكن تحكم في مرطية من أحسن أنكم تكتبوا له القاطعة كي تكون مفتوحة لا يمر إذا كانت مغلقة يمر نكمل الفراغ في الثمانين الثاني الضارة وشنو بينما الضارة الكهربائية هي مجموعة من ماذا؟ من العناصر الكهربائية الموصولة وللمربوطة كما تحبوا مع بعضها البعض حيث تشكل دارة كهربائية إما مفتوحة أو مربوطة مفهم إذن سهلة وبسيطة ما ننسمش عليها سهل إذن بالنسبة للعناصر توعي واحد مولد ولا بطارية يلا تنين أسلاك التوصيل رابعة هي قاطعة وثلاث نسينها اللي هي عندي مصباح التوهج مفهم إذن هام بالنسبة إلى تسمية العناصر توعي قل لي عند مرور الطيار في الدارة فإن المصباح وش به؟ يتوهج هذا سؤال يعني أعطاه لكم مش فخوا إنما بش يشوفكم مش حتكتبوه عند مرور الطيار في الدارة الكهربائية فإن المصباح يتوهج مع تغير نغلق القاطعة وشيصر المصباح يتوهج إذا استبدلنا القاطعة بقطع خشبي وشيصر وشقونا الخشب عازل فإن الطيار لا يمر ومنه المصباح لا يشتغل لأن الخشب مادة عازلة للطيار مع تغير ليش يمر طيار لو كان بدلناها مثلا بحديدة يمر الطيار ويشتغل المصباح لكن مدام الخشب عازل فإن المصباح لا يتوهج يلا بالنسبة للرموز النظامية طبعا خلاص ودينا حفظينهم المولد نرسمه هكذا المصباح نرسمه هكذا الأسلك توصيل حذاري أبناء تعيشوا أسلك توصيل تكون بالمصطراء على شكلي مستطيل هفهم ما نرسم متوازي مستطيلات ما نرسم مثلت ما نرسم والو الرسم تعدارة ما تخلوه الزوج القاطية يروحوا لكم هكذا وطبعا القاطعة التعي المغلقة نديروا هكذا إذا دناها هكذا مع أنتها كانت مفتوحة ومبعدها غلقناها هفهم يلا بالنسبة للثمانين الثالث يلا إذا كانوا في الزوج نواقل فإن المصباح يتوهج واحد فيهم يكون عازل فإن المصباح لا يتوهج يلا نلاحظوا نحاس ونحاس فالزوج نقلين إذن يتوهج نحاس وخشب شوفوا الخشب عازل إذن لا يتوهج حديد وذا ذهب كلاهما نقلا فهو يتوهج مطاط ونحاس إذن واحد فيهم عازل فلا يتوهج المصباح وفي الأخير عندي بلاستيك والرصص إذن بلاستيك عازلة إذن لا يتوهج المصباح طبعا هذه التمرين تعقلنا الوحدة الأولى التاعي طبعا سيكون تمرين كي نلحق تسلسل تفر إلى غير ذلك المختلط كذلك عليها سلسلة أخرى أبناء بناتي دوما كما نقول لكم التركيز ثم التركيز كل شيء قريته يعني وبسطناه لكم إذن لي عنده أي سؤال ولا يستفسار ما عليه إلا يخليها لي في التعليقات نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بيتوفيرا شامع